أصدرته دار الإفتاء البارح أعلن فيه فضية مفتي الجمهورية على أنه اليوم الأحد 11 فيفري يوافق أول أيام شعبان الغضيل تفصلنا بين 29 و 30 يوم على شهر رمضان المعظم حسب الرؤية بتاع شهر رمضان وما عاد ما ما زاله قبيلة شوية جيهين قالت لي نتفكر البارح أنت تقول على شهر رجب فهذا شهر شعبان وما تغطي بلاي معرية على كل حال إن شاء الله أيامكم لكل هزينا أيام أمطار البارح بارك الله خير تربي أمطار لدرجة أنه فمجيه تصب فيهم التبروري برد إن شاء الله على كل حال تردوا بينكم على رواحكم البرد خطر الدنيا باردة شوية ردوا بينكم على صغاركم العودة المدرسية غضوة إن شاء الله ولي ذا إن شاء الله عودة ميمونة بعد العطلة نتاع أسبوع وإن شاء الله لكل حال الناس يسمعون فينا خارج حدود الوطن أو داخله يكونوا بخير ونعمة نحن نصبح كذلك على صفيين قايد سفينة وإيهاب يا صباح الخير اللي معا أي أي يا سيدي قال لك قال لك صفيين هذية الغناية تفكروا بصغره تقش عليه هو كبير تاويكة تفكروا بصغره بي هذا أنت أنا خرج فرتي معناه آآ إيهاب في الإخراج الرقمي وبالطبيعة ياسمينك العادة في إعداد الحلقة متاع اليوم متاع يوم الأحد سباح الخير جي هنا سباح النور سباح الخير يسمعوا فينا الكل كما قتلك عهدي بيك تحكي على أول نهار في رجب هنا اليوم أول نهار في شعبين بالحق تحس سرعة الأيام والتي ت حقها معناه فيسع فيسع لأيام قاعدة تتعدى إن شاء الله أيامات نازينا وإن شاء الله ما نشوفوا فيها كان الخير يا رب آمين يا ربي سباح خير سباحكم ورد سباحكم فرحة إن شاء الله أيامكم لكلها خير وسعادة يا رب كهو كما قال جي هنا اليومات قاعدة تجري هذي كهو تحسنا ولينا ربيد في كل شيء حتى في اليومات تحسها تجري وكذا صبح زاد على صوفين صبح على إيهاب كيد زاد يسمين وهو كمزايا عاقل وما عملت حد شيء بس ما تقولوش من بعد تقولش عليه مزايا لا عمل عليه مزايا يكثر خيرك إن شاء الله ديما ما تقولو ديما يبدأ بالشغب وكذا بديت بداية عاقل عاقل ربي يستطر إن شاء الله يا إيهاب هكا في بالك بداية عاقل قال قال هكا إيهاب على كل حال إحنا آآ نتبسو حسن النية في الناس الكل نتبسو ما ديما سبقوا حسن النية بيانسر هنا تبقى على كل نيتنا حسنة معاك وربي يستطر على كل حال بقي تنهار بعدش أشنو مش يكون البلان مش يكون حسنة بلان بدينا 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 يوم يا صباح الخير يا عبدالله يا عبدالله يا عبدالله كنا عباد الله كلنا والا هالأغنية دية من الأغاني الجميلة الليبية للمطرب خالد سعيد عندك ما تقول يفهم إن باسي كول ولا جونة يسر مهبوب مطرب ليبي من موليد ترابلس عام الف وتسعمية خمسين وتوفى في ترابلس عام الفين وقع اكتشافه في برنامج تعمى واهب كان موجود في في ليبيا وكان يشرف عليه الموسيقار الكبير كاظم نديم واتبنيه بنيه كاظم نديم وأول ما أعطاه أعطاه من ألحان وبناتكم يا ساكنين الحارة عندي غزي الراح لي هامارة اللي أبدع فيها خالد لكن بعدش مشات سيدة علية لليبيا فعطاها كذا النديم لغنية وتشاهر بصوت سيدة علية ومتشاهرش بصوت خالس خالس إنما بعد ذي عطاها مجموعة أخرى كبيرة من الأغاني غنى حتى أغاني كثير من الأغاني الوطنية كثير من القصائد يحسن القاء العربية فعطاه مجموعة من القصائد وهو مطرب كانت له شأن في ليبيا لكن كان مقلبي معنى أنه ما كانش عنده ظهور كثير ما يحبش المهرجينيات ما يحبش الحفلات ما لا حد وحد الإذاعة ومعندوش وكاة حتى حفلات قليلة معنى ما يعملش برشة معنى ما تحركش برشة معنى وثم كما قلت توفى صغير نجمو وقلوا على خطر من عام خمسين وتوفى عام الفين معنى التسعة وخمسين معنى ما معنى ما معنى ما معندوش ما كانش صوته جميل وكذلك ما عندوش إشعاع كبير فحب لقيت الغنية هذية فقلت على الإسلام كما قال بسام أول مرة اسمها غنية تغنى بعبد الله عبد الله يقصد بها الإنسان اللي ينطلق في الحياة يقوم الصباح الصباح الخير يا إنسان وينطلق في الحياة طريفة جميلة وقلنا نصبحوا بها عليكم وعلى الناس الكل واحنا نحبوا معنى نمشوا الصوت آخر جميل صوت آخر جميل مش للغنية جميل للغاية مش للغنية مش للغنية ردوا بالكم لكن جميل باعتبار أنه يبدأ يحكي بنا عن شدنا اللي هي جهان في كلمة خير أي ستورة كلمة خير لليوم مش نحكيه فيها على الحب وما أدراك ما الحب خاصة توا بمناسبة عيد الحب بش تكثر الأرام بتاع زعمة نحتفلوا به عيد الحب ولا ليه زعمة موجود في في ديننا اسكو زعمة حلال ولا حرام نحتفلوا به هذي الكل احنا مش نخليها على شيرة حاجة ما حسب رأينا كل حد حر يحتفل ما يحتفلش كل حد عنده مخ يخمم بيه واعقل يعرف بيه صحيح من الغلط احنا اليوم مش نحكيه على الحب وقدش محظوظ الإنسان اللي عاش الحب وحس إحساس الحب خاصة في وقتنا توا كيف إنسان يلقى عبد آخر صادق يحبه بكل تفاصيله وبأدق تفاصيله وبالحاجات الباهية اللي فيه والحاجات الخايبة زيدة اللي فيه يتسمى إنسان محظوظ احنا أكثر حاجة أنا تظهر لي معناه أكثر بعد الحب أكثر حاجة تنجم تزيد تخلي الحب هذيك يعيش هو التفهم إنك تفهم وتتفهم تفاصيل العبد الآخر على خاطر كل واحد فينا تربى في بيئة معينة تربى تربية معينة وكل واحد جاي بكل العقد اللي عاشهم في الصغرى واللي على مدار السنين ذو كل أعمالهم كل إنسان جاي بمفهومه على الحياة بمفهومه للعيشة مع العيشة بين زوزة عبيد معناه كل حد جاي بمخ آخر إنك تتفهم الشخص الآخر وتتفهم وتتفهم العقد متاعه هذيك اللي يخلي الحب يزيد يكبر على خاطر قديش اسمعنا اللي يفهم قصص حب كبيرة وقصص حب عنيفة مثلاً زوز تعرفهم من اللي سي وهو ما يحبوا بعضهم وتقول فلينة وفلين معناه قصة حب كبيرة على الأخر من بعد كبروا انفوا عرسوا قاعدوا عام عامين وبعد انفصلوا انفصلوا ما يتفهموش بعضهم معناه انا نحبك يلزمك انتي تكون كيما انا نحب نحطك في قالب وانتي يلزمك معناه نعملك كيما السلسال يعني كيما مدلي مدلي بطريقة معينة كيما نحب انا كيما تربيت كيما حبيتك وكيما تربيت انا وكيما وكيما عشت انا وتتبنى العقد متاعي وتتبنى المفاهيم متاعي على كل شيء انا اقول ليه معناها تكون في التفاهم اكثر انسان هو بيده عنده احلم وعنده طموح وعنده شخصيته تنجمه تكون نورا وانا نعرف والله نعرف زوز نعرف كوبل يعيشوا مع بعضهم ليه علقة ببعضهم يحبوا بعضهم مع الاخراء في ابسط الاشياء ماهمش كيف كيف مثلا هو يحب هو يحب الاسبيرانس هي تحب الكلوب في ادق التفاصيل ماهمش كيف كيف في ادق التفاصيل في السياسة ماهمش اي موضوع اي موضوع يختلفوا فيه يختلفوا فيه وفي الساعة عايشين مع بعضهم قديش ويحبوا بعضهم ويقولوا علاش خطر كل واحد انت عندك كيانك في التباعة انت عندك كيانك وشخصيتك ومفهومك للحياة مش بالضرورة انا يلزم نردك انت كيفي ولا تشبه لي ولا لا ما نزم بالضرورة نردك كيفي انا قبول انت تقول ولا نقبل الاخر كما هو نقبل الاخر كما هو كما هو بينسيخ فما مبادئ باش نتفقوا عليها كيف كيف ولكن فما تفاصيل لكل حال رأوا فما عباد حتى مثلا يجبدوا موضوع في السياسة تلقاه عنده رأي اخر تصير منها مشكلة وتصير عاركة كبيرة وبعد يقعد الاخر يستنى في الاخر حتى يطلب منه السماح وتصير حكاية وتصير مشكلة ويخرجوا المشكلة البرة وتصير ساعات حتى تدخل العائلات ولكل لذلك اللي يلقى عبد يحبه وأكثر من يحبه يتفهمه بالعيوب متاعه وبالكمبليكس اللي يجيبهم والكل هذي كأكبر نعمة أنا تظهر لي معناها من عند ربي أنك لقيت عبد يقبلك كما أنت وما يحاولش معناه بش يبدل فيك حتى شي وما يحاولش بش يغير فيك حتى شي رأيك سيب السيم ولا ما عندكش رأي في هذي لي والله لي المرة هذي ما نجوش نكون عاكس يعني بالحق حكسكم هي متكلمت هي متكلمش نزلت هي ما نجوش نكون ما في ساعات هي توقيت حكيت على أنه يزم يتقبل أنه البيع ساعات رأو فما حاجات صحيح قلت أنت فما من بدا أو كده لكن فما زاد التفاصيل في الإنسان فكالشخص الآخر ما تنجمش تقبلهم يعني صحيح فما أحاسيس عندك وفما حب من نتيجاه خاصة اللي يكوب اللي بعد ما يعرسوا خاطر ملول ما همش فيهمين بعضهم جوز ملول يتقابلوا على قهوة يتقابلوا كي يقعدوا كي يقعدوا وقعدوا يقعدوا شربعة سوية خمسة سوية ما بعضهم عكس إنو كي بش تتذكر عليهم باب واحد بش تتولي فما تفاصيل يعني مهمة وتفاصيل صغير هذك هي اللي محبة فين تدخل بذك نحب شخص نطيح له قال لك اللي تحبه قال لك اللي تحبه سقتله ولي تكره لقتله ساعات الحب راهو ماهوش كيفية بالحق يعني ساعات الحب احنا جاوزنا مفهوم الحب قلنا اللي أكثر من الحب هو التفاهم والقبو تتفاهم وتقبل وحاجة أخرى انا نقول أخلقوا يعني يخلقوا لغة أخرى خطر كل واحد جاي بلوغته معني أخلقوا لغة متبادلة بيناتك أخلقوا لغة ثالثة خطر الرب بيخلق الراجل معنيها تفكير معين والمرأة زي دا تفكيرها معينة رمنيش كيف كيف بالكل بالكل مشكيمة المراكة يمراش أخلقوا لغة مشتركة بينات ابعاثكم اللي تنجموا وتتفاهموا بيها هو طويقة دي جاة حتى في الوحد دي ما يقول لك احنا في العقلية متاعنا تونسية من بعد في العرس يزم المرأة هي اللي تعمل كل شي وتخلق يعني الحاجات اللغة هذية يعني أنا يقول لك مثلك تجي تحكي مع الراجل مثل عليش عملت الحاجة هذية يقول لك أنا راجل يعني يقول لك هي مرأة مجعولة إنها بيش لا 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 يظهر لي يظهر لي من العرش يظهر لي العقلية ذي تجاوزنها يظهر ما زلت و ما زلت و ما زلت عنا حتى جينيراسيون تاويكى أنا عندي اسحابي معارسين زى دا فم تتاي ساعات تخزرهم بينو هو و مرتو تقول يا إخي هذو م وقتش مولودين يعني مولودين في العصر متاع جدي ولا متاع مميتي يعني بالحق وما فهميش شكون يخذلو الحب كحب. خاتر فغي مو تاويك نشوفو في الجنراسيون وتاويك اللي تعلا ليه ها تعرف انسان اخر تعالتاها تعرف طفل وكهو مهم هيش تخذلو لنبول الاجتماع. احنا نحكينا على علاقات الحب المتوازنة رو ما تخلناش في التفاصيل اذيك. ما تخلناش. او يزمنا زادا نعملو بلغين يحبوا بعضهم. اختاروا انهم يكملوا حياتهم مع بعضهم. كيفيش بش يلقاوا بيناتهم لغة تخليهم يكملوا حياتهم مع بعضهم من غير لا تنردك كيفي لا انتي تردني كيفك. كل واحد عنده شخصية مستقلة. فما مجموعة نشتركو فيهم بالتبيعة. مدام صار فما حب مبينتنا سيكلقينا دي بوان كومان مبينتنا. فما دي بوان كومان مبينتنا لكن الباقي نجمو كونو مختلفين فيه. كو بيكولي مش كو بيكولي. هكيك تولي مملة الحيات. والله تولي مملة. صور عن نفس الاهتمامات نفس الحكاية نفس ما 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 استقل. ما كنت ابدأ فرمة حركية هكا وانا نحب هيدا وانتي تحب هيدا وانا في هذية عكس بعضنا وفي هذية كيمة بعضنا. وقت تولي محلي. والا. فيح. بي على كل حال انا بابينتنا اه ضد تسميع عيد الحب. انا كنت اه كنت خير يعني تسمع عيد المحبين. يعني تقول عيد الحب الحب لا يقتصرش على زوزم الناس وامراء وراجل بمعنى. الحب حب الام حب الوطن حب حب الذات حب الشخ حب الشخصي نفسه. معناها عيد الحب معناها اذا كانوا يكون عيد الحب شامل. انا كنت نخير ان نسميه عيد المحبين. المحبين اللي هما زوزم الناس يحبوا بعضهم معناها وما تقول زوزم الناس معناها من المفروض كوبل معناها مراء وراجل. على خط المنطلق انتها الحكاية هي المنطلق انتها هو حب ينزوزم الناس يحبوا بعضهم وتجاوزوا القوانين بتاع وقتها مش يتجرؤوا معناها لانهم كما تعرفوا الحكاية هنا مسيحيين والعهد الروماني في العهد الروماني منع معناها زواج المسيحيين على الطريقة المسيحية فهما تجاوزوا مع القديس هذي القديس اللي اسمه هو راهب فلانتينو اسمها والا قديس واللي تجاوز القوانين الرومانية وزوج هالناس زوما على طريقة المسيحية وتقتل معناها اللي تما اختغي زيك كمنهار اربعة عشرية وبعداش وقع اه قرار انو يوم ذاك فهو يوم محبي معنا انطلاق انتهم زواج معنا بين مره وراجب بين طفلة وطفل حبوا بعضهم وكذا الحاجة اللي نحب ان نرفت لانتباه لها خبت انت قلت فلو بالكل نحتفلوا ما نحتفلوش وبرج الناس يتدعيوا انو العيد هذي الديني مسيحي هو مش عيد ديني راهو عيد محبي ما عندوش علاقة اه ماشا ماشا ما اكتعرف نفتي وبرجة نحن عادة حتى علاقة بالدين صحيح انال منطلق انتها قصة متعذوز ومحبي اللي وقتها هوما الناس ندوكم هذاك الدين الحق وقتها لان الاسلام ما فاماش وابالتالي هذاك الدين الحق اللي موجودة مازال اخر دين وقتها موجود لهو دينة المسيحية آآ ولذا معناها معا ما 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 هذيكم مؤمنين معنا المؤمنين وكذا وبالتالي وما عندها حتى علاقة لأنه مرتبط بالزواج هدايا وقع تقديس فالانتينو وقع تقديس في التواصل الأخرى للأكززز من الأناس الذين حرصي وقع استشهدوه كما قام بالدين لا يوجد حتى علاقة بالدين. حاجة أخرى نحب أن أذكر فيها أن سيدة فالانتينو عندما تقتل تقتل وكهو وقتها مازال ليس على خطة تقتل ولا قديس. ولا قديس لا يوجد بقبول خرجها قداسة البابا. هذه التقاليد من المسيحي الكاتوليك أن يجب البابا يخرج مرسوم يعلم فيه أن فلن قديس قرار باباوي. القرار الباباوي تعافوش شكو اللي عمله. شكو؟ واحد تونسي. تونسي. بابا جلسي. باب جلس برميه. باب جلس برميه اللي هو بابا روما وثالث الباباويات متاع روما الكاتوليكية اللي هو أصول تونسية أفريقية. لازم تلقانا موجودية. وهو من قبيلة جلس. من قبيلة جلس البربرية الأمزيغية اللي اللي اسمه يحمله اسم قبيلة جلس جلس الأول اللي كان هو أقر قدوسية معنا أفكا بقوسينا خرج فتوى أو باعتبار هاتباء إلى كانون إذا يقبلوا بعدش عدوا قديس معناها وبالتالي دي ما يبنى موجودة في الحكاية. لازم. لازم موجود. لازم موجودة في الحكاية. هذي كلمة خيب على لسان جيهان وماراته وجيهان بس من كل عدم مش موافقها في رعيها. لكننا أحبه هو حر في نفسه حر أنه يكون مش موافق. لازم نقبله نقبله التختلاف بانس شوال الاختلاف رحمة هكا وللات. عندما تشترون الاختلاف رحمة هكا. في الأمر الجرد والمموية ، هكذا ، إلا أنك ذلك المهتم مضى عداء أصغير. المعنى بس كلمة ومعنى المشاركون. في الأمر الجميع بس شعرت فيناه ومعنى المشاركون ولمضى. موسيقى 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 ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر